قرر محمد أن يزور دولة الإمارات وزار دبي وأبوظبي والشارقة نظم محمد وقته بحيث يمضي واحد وثلاثة أرباع اليوم في كل مدينة ما مجموع الأيام التي أنضاها في المدن الثلاث معا؟ استعن بخط الأعداد أدناه لإيجاد الجواب إذن تحتاجون واحد وثلاثة أرباع اليوم في كل مدينة افترضوا أن المدينة الأولى هي دبي أنضى محمد فيها مدة واحد وثلاثة أرباع يوم هذا واحد وكل خط صغير من هذه الخطوط هو ربع لأن هناك أربعة خطوط صغيرة بين واحد واثنان حددوا ثلاثة منها هذه واحد اثنان ثلاثة أرباع وهي مدة الزيارة لمدينة دبي والمدينة الثانية أبوظبي مثلا أنضى محمد فيها مدة واحد وثلاثة أرباع يوم أيضا واحد يساوي أربعة أرباع هذه واحد اثنان ثلاثة أربعة أرباع ثم تحركوا ثلاثة أرباع إضافية واحد اثنان ثلاثة أرباع أربعة أرباع زائد ثلاثة أرباع يساوي سبعة أرباع أي أن واحد وثلاثة أرباع يساوي سبعة أرباع وعندما حددتم واحد وثلاثة أرباع لأول مرة باللون الأزرق حددتم سبعة أرباع وكذلك الأمر هنا باللون البنفسجي أخيراً أمضى في مدينة الشارقة نفس المدة أي واحد وثلاثة أرباع يوم حددوها على الخط بنفس الطريقة أربعة أرباع زائد ثلاثة أرباع ويساوي سبعة أرباع اليوم عندما تحددون النقاط على الخط تصلون إلى هذه النقطة وهي خمسة وربع يوم جربوا حل السؤال باستخدام المعادلات الرياضية تعرفون أن واحد وثلاثة أرباع يساوي واحد زائد ثلاثة أرباع ويساوي أربعة أرباع زائد ثلاثة أرباع ويساوي سبعة أرباع هناك طريقة أخرى لتحويل العدد الكسري إلى كسر غير حقيقي واحد يساوي أربعة على أربعة زائد ثلاثة يساوي سبعة على أرباع أي سبعة أرباع عليكم أن تكرروا سبعة أرباع ثلاث مرات أي سبعة أرباع ضرب ثلاثة يمكنكم إيجاد حاصل الضرب بأكثر من طريقة سبعة أرباع ضرب ثلاثة يساوي سبعة أرباع زائد سبعة أرباع زائد سبعة أرباع ويساوي واحد وعشرون على أربعة وإذا أردتم تحويله إلى عدد كسري يمكنكم تقسيم عشرون على أربعة وهذا يساوي عشرون على أربعة زائد واحد على أربعة وعشرون على أربعة يساوي خمسة الناتج النهائي هو خمسة وربع وهو نفس الناتج الذي حصلتم عليه هنا هناك طريقة أخرى لإيجاد الناتج اضربوا سبعة أرباع في ثلاثة على واحد وهنا تضربون البسط في البسط ومقام في المقام في البسط لديكم سبعة زائد سبعة وزائد سبعة أو سبعة ضرب ثلاثة في المقام هناك أربعة ضرب واحد ويساوي أربعة هذا يساوي سبعة ضرب ثلاثة على أربعة أي واحد وعشرون على أربعة ويساوي خمسة وربع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر